فتلخيص كل الشريعة في الكتاب المقدس اللي بيقول عنه يتعلق به الموسى والأنبياء المفروض يعني التوراة والأنبياء تتعلق بكلمة وحدة تحب قريبك كنفسك ممكن تقول أحب الله الذي لا تبصره ولكن أخوك الذي تبصره فكيف لا تحب أخاك فإذن هون المسيح عم بعالج مشكلة يعني صعبة جدا مش بيتكلم عن النظريات ولا بيتكلم عن مجادلات لأنه قال له يسوع افعل هذا فتحيا فالآية موجودة في سفر التثني أصحح 6 آية 5 وموجودة في سفر اللويين في أصحح 19 يعني تحب صديقك قريبك رفيقك كنفسك يعني أوجارك كنفسك كل المعاني هي في صيغة واحدة وهون أحباء أن موسى أراد أن يبرر نفسه يعني أكيد الجواب صحيح وقال له يسوع افعل هذا فتحيا أما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبه طبعا بالنسبة لليهودي قريبه هو اليهودي ولكن المسيح وسع فتح الأمر بشكل أوسع جدا وعلم يعني من قصة أو من هذا السؤال علم درس لكل الأجيال عن من هو قريبه حقيقة أن المسيح جاوب على هؤلاء السؤالين من هو قريبه أو ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية جاوب عليهم من خلال المثل السامري الصالح وإذا طبقنا المثل السامري الصالح فهذا هو كمال الإنسان كله أحبائي هذا طبعا ما يطلبه الكتاب المقدس فإذن بهتين الوصيتين يقول كتاب يكمل النموس والأنبياء المحبة لله هذه المحبة هي النبع هي المصدر هي الأساس للناس ولكن المحبة للناس هي الثمر أو بالأحرى هي الجوهر أو هي البرهان على هذه المحبة يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق وأما المحبة فلتكن بلا رياء يعني لا نكون مرائين ممثلين في هذه المحبة فإذن المسيح عم بعالج مشكلة وقضية عويصة جداً هي مشكلة العنصرية والتمييز يعني الروماني كان بيستغل اليهود واليهود الطبقات الموجودة بناتهم كان بيستغل الأحد الآخر ويكفيك أن نقول سامري طبعاً يعني هرطوقي يعني بعيد كل البعد عن الحق وعدة مرات كان فيه تعرض للقتل والرفض وحتى الفصل لو أنك أنت استخدمت إذا نمت عند سامري أو استخدمت آد أدوات السامريين مثلاً يعني المسيح شرب من المرأة السامرية لما قال أعطيني لأشرب فهو استخدم الكوز أو الكيلل أو الجرة حتى يشرب منها ففي عرف اليهود هذا يعتبر نجاسي ونجاسي كاملة طبعاً بيكون مرفوض رفضاً تاماً فإذا المسيح عم بعالج وحدي من أهم القضايا ماذا أعمل لآرث الحياة الأبدية؟ هذا سؤال في غاية الأهمية يقول الكتاب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص فإذا العمل هو نتيجة هذا الإيمان لأنه مكتوب بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد بكمل بيقول لأننا عمله مخلوقين يعني خليقة جديدة في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها تقول أنا مؤمن وأنا مسيحي وأنا مخلص إذا ما فيه ترجمة إذا ما فيه ثمر إذا ما فيه برهان لإيمانك كمسيحي أنت بتضحك على نفسك وإنت عم بتجازف في أبديتك لأنه ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السموار اشتركوا في القناة